السلام عليكم ورحمة الله بنبتدي ندخل في السلس المغفرة ونتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ونفحات الغفران وده محتاج قلب سليم قلب ذاق السلام بحق ذاق السلام من كريم سبحانه وتعالى من كريم معاملة سبحانه وتعالى الذي نعكس علينا فعاش في الحياة بقلب مليء بالعفو والرحمة مع عيال الله سبحانه وتعالى اللهم كل الخلق وعشان كده هنبدأ النهاردة المحطة التانية اللي احنا كنا كلمناكم عليها في أول حلقات رمضان وهي رحلتنا اللي احنا عنسميها السلام في العلاقات اللي هو السلام مع القلوب السلام مع قلوب الناس اللي هو السلام اللي عيخلينا كلنا مجبورين الخاطر مش بس مجبورين الخاطر لا ده سلام عيخلينا طيبين الخاطر عشان ندوق طعم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين فعايزين نعيش الحياة على إن هي جنة وساعتها نقدر ندوء الكلام اللي قالوا الناس الطيبين القاربين من الله لما قالوا جنة من غير ناس متندس يعني أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا لكي نزوق حلاوة الجنة بالعلاقات وبالناس فوجود الناس يا سادة نعمة وجود العلاقات الإنسانية كمان من أكتر النعم لأن احنا مؤمنين بما يسمى بالنعمة في النعمة فنعمة العلاقات اللي بيقيا نعمة في نعمة الناس والأرزاء اللي بيعيشها الإنسان هو الإنسان اللي بيعيش حلاوة الأرزاء وساعة الأرزاء ده اللي تعلم فنون السلام اللي تعلم فن السلام في رمضان وفيها بيحس كأنه عايش في جنة الله سبحانه وتعالى في الأولى قبل الآخرة وساعتها بيعرف أن بس مش المسلم من سلم المسلمون من لساني ويادي لا ده المسلم من جعل الناس يشعرون بالسلام صفة من صفات الجنة هي أن هي دار السلام لهم دار السلام عند ربهم والقاعدة أن أي سلام في علاقتنا مع الناس حوالينا بيبتدي بحاجة مهمة قوي قوي وده اللي عنا نبتدي نتكلم عليه النهاردة وده السلام اللي احنا نبتدي به في العلاقات حق غريب أول بوابة الكبيرة في العلاقات بوابة كبيرة جدا 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 بوابة خليك تعرف تقدر تفهم إزاي تتعامل حتى مع الله إزاي تقدر تتعامل مع الله في الناس البوابة دي بوابة سلام إيه؟ سلام القبول سلام القبول يعني إيه القبول؟ يعني تعيش مع اللي حواليك وإنت مستحضر أنه هم صنع الله فيهم إحسان صنع الله سبحانه وتعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء بتشوف اللي بيتعامل معهم بنظرة إنسانية نظرة فيها رحمة ورفق نظرة بتوريك الحقيقة القبول ده نظرة بتخليك تشوف الحقيقة حقيقتك وحقيقة الناس إن هم بشر لا هم ملايكة ولا هم شياطين وعلى فكرة إن هم بشر دي حاجة مش وحشة إحنا مش إحنا كان إحسن لنا إن إحنا نبقى ملايكة في ناس كتير متصوين كده لا لازم نكون قابلين إن البشرية شرف والإنسانية شرف فبشر بيحاولوا ويخطئوا ويصيبوا وفي كل دوتهم مع الله فيقبل عليهم من غير ما يشوفهم بنظرة الأحكام المسبقة والزنون فيعيش معاهم وقلبه مفتوحة لشان اتعرف عليهم من خلال الحقيقة مش إيه منصد عليهم من خلال الوهم اللي ملأ قلبه بالأحكام المسبقة وإنه هو حطهم في أوالب يا سادة القبول ده قيمة كبيرة أوي في الحياة قيمة تخلي حياتك لها إيمة ونعمة لما الله سبحانه وتعالى بيمنحها العبد بيكون العبد ده ليه نصيب واسع أوي من اسم الله الواسع صدره يبقى واسع قلبه يبقى واسع فصاحب القبول اللي بيقبل الناس بسهولة اللي هو بيألف ويؤلف الناس من غير من غير من غير أي محاولة بتنجذب إليه بسرعة وتقبل عليه وتحس بالراحة والأمان في وجوده ويحبه يبقى صاحبه ويعوده معاه حتى لو هو ساكت وبيكون عنده مدد عجيب أو من الحكمة له عشان إيه؟ عشان الناس بتحب تستشيره لأنه بتتطمن إليه واللي حكمته لأنه مصدر أمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أني بييجي منين بقى سلام القبول ده حضرة النبي قال لنا مصدر عجيب شوية مش هنلاقيه كتير موجود في سنة رسول الله بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض فالقبول يا سادة علامة من علامات محبة الله للعبد وعشان كده العبد اللي عنده القبول إن هو يقبل الناس والناس تقبله ده بيتجلى عليه الله سبحانه وتعالى باسمه السلام وعند ذاك السلام ده سلام مختلف وعشان كده أكتر الإنسان بيحس بالأمان هو الإنسان صاحب القبول عشان في أمان في أمان مين؟ في أمان الله مش محتاج يخون الناس على فكرة ولا محتاج يأسأس منهم ولا يكسرهم عشان هو يوقف على حطمهم عشان يحس بالأمان هو بيعيش إن الناس تجلي من تجليات ودي الله فشايف إن الناس كل حاجة كل واحد فيهم بيجيلوا برسالة من الله وبمعنى من ودي الله سبحانه وتعالى صاحب القبول واسع الصدر ما بيخافش ما بيخافش من الناس وما بيقافش للناس على الصغيرة والكبيرة عينه واسعة وإيه؟ وعينه مليانة من رضا ربنا تقدر تشوف عينه الجمال لإنه هو مليان جمال من جوه ولذلك صحبته بتخرج أجمل ما في اللي حواليهم أنا عارف إن أنا وبتكلم عن صاحب القبول ده كلنا بيتمنى إن إحنا نكون ده أو نقابل ده بس أسألكم هو قبل ما أنت تتمنى إن إنت تقابل واحد زي ده هل إنت عايز تبقى واحد زي ده؟ اللي علمهن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نوسع عيوننا وقلوبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجمال كله لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء حتى لما مر على شاية ميتة الميمونة قال لهم هلا انتفعتم بإهابها فشاية نتنا ومع ذلك خلاهم مش بس يشوفوا الجمال اللي فيها لا ينتفعوا بالجمال كمال اللي فيها اللي بيقبل على الناس بسهولة وما بيخافش من اختلافهم وبيقبل اختلافهم وبيتعامل معاه على إنه شيء حاجة اجتماعية عادية سواء في اختلاف في المستوى الاجتماعي أو الاختلاف في الفكر أو حتى في أسلوب الحياة كل اختلاف بيشوفوا فرصة عشان يشوف درس من دروس ربنا ورسالة من رسالة ربنا ويشوف الحياة بشكلها الواسع اللي ربنا خلقها متصفة بالوسع اللي فيها تجلس من الله الواسع يا سادة القبول لما بيكون بين الناس بيخليهم يعبروا عن نفسهم من غير خوف يا سلام على الأولاد لما يحسوا بإنهم عندهم قبول مع أبوهم ويا سلام لما تلاقي الأزواج بيعبروا مع بعض وحسين بالقبول من بعض تجد أن ده من أهم أسباب القوية اللي بتخلي علاقات الزوجين من أقوى العلاقات وكمان سبب من أسباب قوة العلاقات ما بين الأباء والأبناء وعيالهم لما بيحسوا أن هم حسين بالقبول ده إيه اللي بيحصل بيحسوا أن هم مش محتاجين أن هم يدفع عن نفسهم والحمد لله بيحسوا أن هم في أمان من الأحكام القاسة ويتكلموا مع بعض وهم حسين بالأمان أن محدش هيترفض ومحدش هيتنبز والأم أكتر إنسان بيغرس القبول على فكرة في الأولاد وبنقوله النهاردة لكل أم مصرية لكل أم في عيدها لكل أم كل سنة وانت رأفة كل سنة وانت حنان كل سنة ووجودك في حياتنا يملى حياتنا بالأمان كل سنة وانت أجمل رمز الرمز الرحمة والخير والأمان يا سادة خلينا أقولكم القبول بيخلي الناس يقدروا يسمعوا بعض على فكرة لو أي اتنين عندي بما يقدروا يسمعوا بعض بقولهم أنتوا عندكم مشكلة في القبول يقدروا يتناقشوا على فكرة من غير لشد ولا جذب ولا علوه صوت مش بحتاجين نعلي صوتنا عشان ندفع عن نفسنا لما نحس أننا مش حسين بعدم القبول لما نكون بنحس بالقبول بنتكلم بهدوء ما بندفعش عن نفسنا مش بحتاجين سلفة فنس زي ما بيقول وأكتر إنسان ممكن يفضل عايش بالخوف في علاقاته الخوف من إذا الناس الخوف من الإحساس بالرف هو اللي ما عندوش قدر من القبول للناس يعني اللي بيخاف ده هو في الغالب ما بيقبلش الناس بسهولة وأكتر إنسان ممكن يأذي حتى من غير ما يدره هو اللي ما عندوش قبول إيه ده؟ يعني ممكن يصل للإنسان اللي ما عندوش قبول إلا إنه يأذي الناس من غير ما يكون داريان عشان كده فيه خمس نظرات الخمس نظرات دولة هم اللي بيمنعوا القلب من سلام القبول ويخلوا الإنسان ما يقدرش يعيش بالقبول يخلي الإنسان في حيرة من أمره ويخلي الإنسان مش قادر يعيش في كل النعيم اللي احنا تكلمنا عنه ومش قادر يحس بالقبول اللي احنا قلنا عليه ده الخمس نظرات دول بشكل كبير جدا 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 ممكن نشوفهم ونتكلم عنهم بالتفصيل ونكلم عنهم إزاي كل واحدة فيهم ممكن تهدد سلام القبول كل ده هنشوفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مع سلام القبول سلام القبول اللي بيخلي الحياة في أسعد ما تكون وإحنا قلنا قبل الفاصل إزاي في خمس نظرات بتيجي على عين القلب بتخلي الإنسان ما يقدرش يعيش بسلام القبول أو النظارة سودة بتمنع الإنسان آه نظارة سودة للأسف بتمنع الإنسان من أنه يعيش بسلام القبول نظارة الخوف من أزالناس الخوف من أزالناس بيخلي أي إنسان يحس بأنه هو دايما متحفز ويعامل الناس تعامل في غاية السوء إن فلانا يأذيني فلانا أو فلان بيعملني بشكل وحش فيكون دوت سبب من أسباب إن أنا كمان ما أقبلوش وبرضو أفضل أحط نفسي في محاولة لإن أنا أحمي نفسي وبس الله سبحانه وتعالى أعلم اللي من جوه ناحيتي إيه مش بعيد إنه هو يكون بيكرهني وبيحضر لأزيتي كلام كله مليان بسوء الظن والظلم وبننسى خالص إن احنا عايشين في أمان الله واعلم أن الأمة حديث رسول الله سلام الجميل اللي بيخلي الناس تعيش في أمان واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك يبقى أنت لازم تعرف أن أنت في أمان الله فالنضارة دي ما تقدرش تعيش فيها خفنا بقى من أذى الناس ممكن يوقعنا في سوء الظن والظلم واتهم الناس بالباطل وكمان الاطلاع على باطل الناس اللي وإحنا ما نقدرش إن احنا نطلع عليه وأنا في عايش في أمان الله الحاجة التانية النضارة التانية السودة نضارة كتر الانتقاد كتر الانتقاد مراية عمية عمية عن إنك تشوف جمال الله في اللي حواليك كتر الانتقاد بيهد الشخص اللي إحنا معاه في علاقة فلما الزوج أو الزوجة بيكتروا من الانتقاد بعض كأنهم بيدمروا علاقتهم وبيعملوا إيه وبيدمروا كل اللي باقي فيهم من جمال فما بيبقاش فيه جمال ممكن يطلعه من بعض ولذلك كل واحد فينا يقول للتاني الزوجة تقول للزوج أنت بتطلع أسوأ ما فيها وهو يقول لها أنت بتطلعها أسوأ ما فيها عشان الانتقاد وياسا لم بقى لما يكون المدير كيفه ومزاجه كتر الانتقاد ويعيش الانتقاد مع الموظفين والموظفين من وراء برضو ويعودوا ينتقدوه ولا دا يعمله المدرس مع التلاميذ ولا يعمله الأستاذ مع طلابه والدكتور مع طلابه وكل واحد فيهم ينتقد التاني فما حدش فيهم أبدا يشوف أي نور ولا أي جمال وكل خيوط التواصل بينهم تكون بتطقطع وما يقدروش يتواصلوا مع بعض ولا يتعاونوا على البر والتقوى ويفضل أن نفس الأمارة تأمرهم بالإثم والعدوان كل واحد يعتاد على التاني وأكثر حد محتاج يراجع نفسه في الموضوع دا بالذات الإنسان السعي للكمال اللي هو ما بيسموه البرفكشنست اللي ما بيبقى اللي ما بيقبلش الغلط فلازم يشوف أن في الحياة ما فيش كماء لازم يعرف أن الحياة مش المطلوب منك أن أنت تعيش الكمال لكن المطلوب أن أنت تعيش الجمال فيه فرق من أنك أنت تعيش الكمال وأن أنت تعيش الجمال الندرة التالتة السيئة هي أن الدرة التعاون مع الناس بأحكامنا عليهم الأحكام اللي بنسود بيها نظرتنا للحياة ونحس بيها بالكآبة والحكم على الناس من باب سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى لأننا لا نعلم باطن الناس ألا يعلم من خلق والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى اللي بينظر لعبده بالمدد دايماً وبيجمله أجي أنا أحكم عليه وأحكم على باطنه بأنه سيء وأنا ما عرفش هل هو سيء ولا لا وبتحكم عليه وهو في حضرة مولاه أظن ده سوء أدب مع مولاه الندرة الرابعة هي ندرة وضع الناس في قوالب الرجال كلهم خينين والستات كلهم نكاديين والأباء ما بيهتموش بأولادهم وبيرم أولادهم ويهتموا بأغراضهم وهم أناس أننيين والأمهات دي الناس ما عندهش وعي الأوالب دي أكتر حاجة بتحرم الناس أن هي تشوف نور ربنا في الناس من اللي قال أن كل الستات نكاديين والرجالة مين قال أنهم كلهم خايدين الرجل اللي تأخر جوازهم محل شك وقالي الأدب والبنت اللي تأخر جوازها أكيد هي أخلاقها مش كويسة وأكيد محدش قابلها كل الأوالب دي اللي حطين فيها الناس أوالب باطلة وأوالب ظالمة وأوالب للأسف مش حقيقية وفيها سوء أدب مع الله كل الأوالب دي السبب فيها أن احنا من نتعامل مع بعض بخوف وشكته للوقت أن الدارة الأخيرة هي أن الدارة الشعور بالأفضلية أنا خير منه في دق في القلوب أن الإنسان يحس أنه أفضل من غيره فوقات جوعه للإحساس بالتميز يجعله ما يقبلش الناس ويتعامل معهم بصلافة ويتعامل معهم بشدة وبجليطة زي ما بيقول الناس ويحصل إيه بقى وما يطلعش منهم غير الأسوأ ما فيهم زي ما بيقولوا كده يطلع فيهم القطة الفصل بس هو ده ما كانش سلوك حضرة النبي حضرة النبي كان يحسن الحسن ويتجاوز عن القبيح عدم القبول يا سيدي بين الناس بعد ما شفنا النظارات الخمسة دول عدم القبول من الناس أكتر الأسباب اللي تخلي الناس ما تعيش مع بعضها في سلام على فكرة احنا كمان بنعاني من الوصمات اللي في المجتمع دايما بنعاني من الوصمات اللي في المجتمع وعدم القبول مشكلات عدم التأدير ما بين الأزواج من عدم القبول وواجع الأباء من أبنائهم من عدم القبول واحدة من أهم أسباب الهشاشة النفسية للأولاد وهو أحساسهم بعدم القبول بسبب كتر الانتقاد هدوا بالكم شوية على أولادكم والقبول يا سيدة مش معناه قبول أخطاء من غير تصويب لكن معناه التأكيد على إنه إنسان محترم ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نسعى للتحسين فاكرين التنمر التنمر ده جاي منين جاي من واحدة من أهم أسباب التنمر هو إحساسنا بعدم القبول اللي بيخلينا عايزين نجبر الكسر اللي فينا وعدم القبول اللي فينا بإنه إحنا نكسر الناس تنين فنكمل نقصنا بإنه إحنا نقص من الناس ونكسر من الناس والعزو بالله وده ممكن يكون أحد الأشكال الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم الصعيات اللي ما بيقبلش الناس هو اللي بيهلك الناس ويخليهم الناس مش مقبولين هل في فرصة نوصل لسلام القبول؟ آه تعالوا نجرب مع بعض إزاي نمشي خطوات في اتجاه سلام القبول أول حاجة أنا شايف إن إحنا ممكن نعملها عشان توصلنا إلى سلام القبول اختار حاجة حلوة في كل اللي حواليك وأكد عليها يعني مثلا ابتدي النهار ده اختار حاجة حلوة في زوجتك اختار حاجة حلوة في زوجك واختار حاجة حلوة في أولادك وأكد عليها قولوا لهم أنتو أحسن حاجة أنتو فيكم حاجة جميلة أوي أنا بيحبها وأكد عليها أكد عليها ويا سلام لو إنك إنت تعمل لأنتو لتنين تصرف بيأكد المعنى الحلوة اللي موجود في ده الحاجة وده حاجة مهمة جدا 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 ما تصوروش دي بتفتح القلوب إزاي ما تصوروش دي بتغير النفوس دي إزاي وتخليها في أحسن أحوالها تاني حاجة لما تقابل حد اتعود أن أنت تدور على أجمل حاجة فيه لما تقابل حد ودوة قوى نفسك الأمورة بالسوء تكذب عليك وتقولك أن دوة نوع من أنواع لإيه نوع من أنواع التملق ولا نوع من أنواع النفاق أبدا ده نوع من أنواع احترام جمال الله احترام جمال الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أول ما تقابل أي حد شوف أجمل حاجة فيه أول ما تشوف أي حاجة شوف أجمل حاجة فيه تالت حاجة كل يوم دون حاجة تعلمتها من حد حتى لو كان مختلف معك بس تعلمت منه حاجة اكتب اللي تعلمته ده ودونه وحاول تدونه بشكل مرتب هيطلع لك إحساس بأن الناس كلها لسه فيها خير كمان رابع حاجة لازم أنت بشكل واضح جدا 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 طول الوقت إذا شفت حاجة ما عجبتكش على طول تذكر شيء حسن عجبك في الشيء اللي أنت ما عجبتهش ده لو شفت أكل ما عجبكش قول إن أنت أكلته مرة وعجبك قبل كده لو شفت حد تصرف معك تصرف قول والله لأ تتصرفه دايما لغير كده واللي بيعمله ده تستثناء حاول تعمل كده على طول لما تعمل كده على طول هتجد نفسك عندك قبول كبير للناس خامس حاجة وهي حاجة عزيزة علي قوي أن أنت تدعي ربنا في الصباح والمساء تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده ودعاء دوت يفتح قلبك في الصباح والمساء على سلام القبول تقول له يا سلام يا من تحب السلام تسأل مولك سبحانه وتعالى وانت مليء بهذا وتقول له يا سلام يا من تحب السلام أمن اللهم قلبي حتى أقبل عيالك بقلب سليم واشرح اللهم صدري حتى أراهم تجليا من تجليات ودك يا واسع يا كريم واجعلني يا رب بابا من أبواب ودك لهم يا ودود يا رحيم يا رب العالمين اجعلني مقبولا ومقبلا على عبادك المؤمنين يا رب العالمين يا سادة احكونا عن تجربكم مع سلام القبول ووعدكم إن اللي عيبتدي في سلام القبول بالذات في رمضان هيحس بإحساس غريب هيحس إن رمضان وكأن رمضان بيبتدي معاه وكأنه ابتدى يبتدي بقلب سليم مع رمضان وهيحس فعلا إن رمضان كريم بعد الفاصل أشوف حضراتكم وأتلقى أسئلتكم مباركة وأجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وتظل جسري مفتوح نتلقى عليها كمان تجربكم في الكلام عن السلام وأذكركم إن النهار دا كان سلام القبول وإيه ما تنسوش إن تجربكم دي هتزود كمان رمضان بهجة ونور وفتح وتوفيق وسداد يا رب جعلنا دايما من أهل كل سلام تكتبه لأحد من الأنام يا رب العالمين وتعالوا ناخد أول سؤال من الأستاذة مرفت أستاذة مرفت السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام إزاي حضرتك يا دكتور نعم ونفضل الحمد لله ربنا يجزيك عننا خير ويكرمك ويكبر بخطرك يا رب تعلمنا منك حاجات كتيرة والله الله يرضى عنكم ربنا يكرمك ويساعدك يا رب يا الله يا عزيزي عندي سؤال لحضرتك أنا يعني بعد ما بنوي قامت السلام يعني بنوي السلام وبقول الله أكبره كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكلتا وأصير وبعدين بدأ دعاء قبل مقرى الفتحة ده غلط ولا عادي يعني ليه دعاء كده دعاء إيه بقى قوليلي دعاء يعني زي إيه اللهم منصرنا ولا تنصر علينا ونكر لنا ولا تنكر علينا يجواء و بعد كده بقول الفتحة ولا ده غلط طيب أنا أجاب لحضرتك أولا ده مش هيبطل صلاتك لكنه مش ده موطن الدعاء ده موطن الدعاء ده قد يكون في القنوط موطن الدعاء ده قد يكون في السجود موطن الدعاء ده لكن ده مش هو ده موطن الدعاء مش معناه كده يعني معنى أن الصلاة اللي فاتت من حضرتك صلاة صحيحة ومعنى كده أن حضرتك لو أنك أنت تدعي بالأدعية اللي فيها الاستفتاح أو فيها التوجه ووجهت واجهي الذي فترة كده لو أنك دعوت بهذه الأدعية هيكون أفضل لكن الأفضل أن أنت تروح يقرأ الفتحة مباشرة خلاص عشان ما يختلطش عليك المسألة وتتعبي أو تنسي في شيء في قراءة الفتحة فإذن فنبتدي بالركن الأول نبتدي بقراءة الفتحة الأول عشان ما نخليش حاجة تخلينا تشغلنا عن قراءة الركن لكن اللي أنت بتعملي ده لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة بحيث أن أنت بتعتبر اللي أنت بتقولي ده ذكر فتكون صلاتك صحيحة وليس هناك مشكلة فيها أستاذة مرفت عندها سؤال تهني تفضلي أريد أن أسأل حضرتك على حاجات بس كنت أريد أن ترفون حضرتك مع رسا على رأسي حضرتك تفضلي أخذي رقم تلفوني من الكنترول وأتشرف بحضرتك يا فاند أستاذة سيامل اللي يبطي تفضل السلام عليكم يا ميشيخ بخير أتفضلي عليكم السلام عليكم هاتف تفضلي يا فاند أخذيك بخير وبصحة وبسلام وبفضل وبنعمة يا فاند الحمد للرب العالمين سؤالي لحضرتك هل يجوز ختامة القرآن على الموبايل أسماء الحيض أه أنت حضرتك بتسأليني هل يجوز أن أنا أقرأ من الموبايل كده بعينيكي مش كده؟ مش بلسانك من الموبايل لأن الممنوع هو أن أنت تتلي القرآن يعني أن أنت تتحرك لسانك بالقرآن ولكن إذا أنت قرأت بعينك والموبايل ليس مصحفا لأن الموبايل ده تابليكيشن وفي عدة برامج أخرى فهو لا يأخذ حكم المصحف يعني لا يأخذ حكم أحكام المصحف في مسألة الحمل ومسألة اللمس ومسألة وجوب الطهارع لحمله أو مسه وعلى ذلك يجوز أن أنت تختم بعينك من الموبايل وليس هناك شيء في ذلك نعم أستاذ التسبيح من القرآن تتفضل سلام عليكم يا دكتور وعليكم سلام عليكم تتفضلي كل سنة وحضرتك طيب يا رفو مخير وحضرتك طيب وبصحة وبسلام يا فندم أبوكس يا دكتور أنا والديتي ستة كبيرة عندها خمسة واثنين سنة وأكتر يعني وهي سنفات الأخيرة جالها بداية ضغيرا على خفيف يعني فالمهم هي ما بتيجي تصلي طبعا كانت مواظبة جدا على الصلاة وكل حاجة أنا فوقعا بخيناها تتوضى وانت قد تتوضى يعني بتصلي بس يا دكتور بتقعبط في الصلاة أجأ أقول لها يا ماما غلط أعملي كده تتزعى يا حبيبتي وتتنفسد وتتعصب وده غلط عليها فأنا يا دكتور خايفة يكون ده مثلا غلط عليها أو أنا غلط عليها لأنني أنا مش أوجهها طيب أنا أجابها لحضرتك إحنا شويتين ثلاثة لازم نعرف بس إن إحنا عندنا أحكام خاصة لأحوال خاصة إحنا أحكام أهلنا وأحبابنا وأخيرة من فينا أهلنا اللي أصابهم الألزاهم لابد إن إحنا نعرف إنهم عندهم أحكام خاصة فيهم أحكام الخاصة فيهم بعضها بتكون ملحقة بإنهم خلاص في بعض الأحيين بيبقى وكأنهم رفع عنهم القلم فبنتعامل معهم على هذا الأساس في حالة ولد حضرتك هنتعامل على النحو التالي هنذكرها تذكير خفيف يعني نقول لها كذا 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 لكن لا نلح عليها مدام خلاص دخلنا في الزهاية ومدام هي في الجزء ده لإن هي بتبقى متأقنة إن اللي هي ده شايفة صحيح وبتبقى بحسة بالمئهانة إن أنت بتصححلها فدوات بيعمل لها جزء من التعذيب فمحضرتك ما تكرريش عليها وما تشديش عليها أنت فقط بس بتذكريها وبس بطريقة تكون مناسبة لها أول ما تلاقيها إن زعجت خلاص هي بدل النسيت ومش قادرة تتذكر خلاص إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه فهي إما أن هي اللي عندها دات من نوع من أنواع نوع من أنواع الأشياء التي لا تستطيع أن تتعامل معها ولا شك إنه جزء من النسيان وإحنا حتى لو أجرينا عليها الأحكام الأخرى أحكام رفع التكليف فهي ليس عليها شيء إن شاء الله فهي ليست آثمة ما تخفيش عليها فهي ليست آثمة في الحالة اللي هي فيها دي وده لازم نفهمه بشدة يا جماعة هم ما متحاولوش إلى أطفال صغار بندربهم عشان يفتكروا ما حصلش يا جماعة ما تحدش يعمل كده ولا حد يتصور إنه لما يشتد عليه هو يتذكر هو المعلومة دي خلاص راحت وما فيه وهو مش هنقدر نحط له المعلومة دي إلا من رحمة ربي فعشان كده لازم نكون نتعامل معهم معاملة خاصة ومعاملة تتناسب مع حالتهم فما تفتكرش إنه لما تشد عليه ولما تزعقله هيفتكر لا هي الجزء ده خلاص احنا هنتعامل معه على هذا الحال لغاية ما يأذن الله سبحانه وتعالى إما بشيء من عند الله سبحانه وتعالى أو إنه يكتشف علاج لهذا المرض وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أهلنا كلهم ويجعلهم إن شاء الله في خير وأنا أوصي أوصي نفسي وأوصيكم جميعا 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 بإخواننا وأهلنا وأحبابنا المصابين بأل زهيمر خيرا لأنهم يحتاجون إلى رعاية فائقة وحنو شديد واللي هيعمل ده ربنا هيجعل ثواب وعظيم عنده إن شاء الله نعم مين معنا؟ أستاذ أمال تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذ أمال أسمي دكتور عامل فضل ونعم الحمد لله بردك يا حضرتك أنا عايز أسألك يعني هو كذا سؤال بس أنا هسأل سؤال الأول حضرتك أنا ابني كان رأي شغل ورحمة حتى ونزل تحت الأسرة تبتر بجهل 2 الحمد لله على كل شيء ربنا يجمع له بين تمام الأجر والعافية إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجعل جزء قد سبقه إلي الجنة إن شاء الله نعمة من عند ربنا وربنا أنا راضيين وهو راضي كل حاجة والحمد لله على كل شيء بس حضرتك إحنا اليوم اللي إحنا رحنا ندفن فيه رجلين دولات حمات وسائلة الأزهر وابني عامده 30 سنة سائلة الأزهر قالوا ممكن ما يتغسلش بتعمله إحنا ندفن جوز دات لأنه مش جوز دات خلاص وإحنا ندفنه بس مش لازم نغسل إحنا كفنته وبهتدفن بس الحمد لله على كل شيء بس يا دكتور أنا الحاجة دي أنا شفتها قبل ما يشف الحاجة دي أنا شفت حاجة أعطل أزي كده عرفت إن في حاجة تحصل ده سؤال بقى حضرتك ده سؤال حضرتك فأنت بتقولي هل إن أنا شفت حاجة زي دي تحصل وما قلتلوش هل أنا علي حاجة الحمد لله بقى هي أنا عارفت لا إني ما عليكيش حاجة وما عليكيش حاجة ودية أشياء لا يكلف بيها الإنسان ولا ينبني عليها تكليف فأنت لا كان واجب عليك إن أنت تقولي له بالعكس إني لو كنت قلتيله قد تكوني أنت بتدعي إلى التشاؤم لا 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 أنا شفت الحاجة كشابية إن حاجة هابت فينها بس معرفش كيف يدفنين طيب فين السؤال بقى فين السؤال يا حاجة ثاني حاجة فيها حاجات كتيرة أنا بحاول إيه بحلم بيها وتحصل طيب أنا عايز أقول لك حاجة الحمد لله على كل شيء أنا راضي على فكرة يا دكتور راضي قوي 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 بربنا كذب لي والحمد لله مؤمنة والحمد لله وربنا يديني الصبر ويديده الصبر طيب أنا أقول لحديك حاجة أمال حاجة مهمة لازم تعرفي إن الأحوال الاستثنائية اللي بتحصل للإنسان اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدره وينزله في منازل الصبرين ومنازل أهل الكرم هو مش لازم يحس بإن فيه طفرة حصلت في حياته حياته تستمر زي ما هي وفضل ربنا وعطف ربنا يفضل ماشي ولطف ربنا سبحانه وتعالى موجود ومش مسألة إنه ممكن الأمر كان يبقى أسوأ من كده لا ده لطف من الله اللي إحنا فيه دوقت إحنا مش موجودين عشان حياتنا تبقى على السيناريو اللي إحنا رسمينه لنفسنا إحنا ربنا 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 بيربينا واللي إحنا فيه دوقت جزء من التربية جزء من تعلمنا للدروس فلازم نفهم الدرس وجيد إن أنت حضرتك يعني حسن جدا ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن أنت دايما بتذكر نفسك ودايما بتعيشي بمسألة الرضا وده شيء مهم جدا 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 لكن الرضا مع الصبر مع كمان إن إحنا نعيش حياتنا بشكل صحيح ونحب الحياة مش نعتبر إن الحياة حوالت إلى عب يا رب ربنا يكتب لك كل ده إن شاء الله يا حاجة أمال أستاذة هيبة تتفضل السلام عليكم عليكم سماء حكاة أستاذ هيبة إزاي حضرتك كل سنة أنت طيب وحضرتك طيبة يا أستاذ هيبة وعد عليك الأيام بالخير وعلى أمة المسلمين وعلينا وعليكم وعلى كل أحبابكم أنا بتكلم على اللحظات كنت بتكلم فيه من ناحية جوزي أنا جوزي يعني هو زي أهل ومسلا ما بيحبوش الناس كلامه موحش على الناس فأنا مثلا لما بحب إن أنا أعمل خير مع أحد هو ما بيرداش يوضي يقول لي لأ الخير ده هتعمليه الناس هتبصلك الناس هتحسدك الناس هتخلي بيتك يبقى خراب لأ ما تعمليش الخير ده مع أحد عشان حيتقلب عليك إنتي ولو عملته من وراه بيحصل لي مشاكل كتير قوي فين سؤال حالك السؤال إن أنا زي كلمة الحضرتك قلتها أقول له ربنا موجود ربنا شايف بنيتي ونيك غيري حتى لو نيك غيري وحشة ربنا العالم بنيتي أنا مش مقتنع بالكلمة دي فأنا عايز أوصل له معلومة إن في حنا الكلام ده صح إن أنا في حناية ربنا وبعمل لربنا ربنا حيقعدرولي فأنا مش عايز أوصله له زي ليه وإن أهله خلاص أنا خليني أكلم خليني أكلم وأكلم حضرتك عن حاجة مهمة قوي أنا عايز بس أبتدي بيك يا أستاذ ذهب ممكن بس أن أنت وعشان تقدري تتعاملي مع زوج حضرتك ممكن تشوفي فيه حاجة حلوة والحاجة الحلوة دي تكبريها شوية أه سيبك من كتر كلامه على الناس أنا عارف إن الحكاية دي بتخلي ستات كتيرة تتدايق من الشخص ده لأنه بيبقى كثير الانتقاد ما بيعكبهوش حاجة وهو بيعمل نفس الكلام ده معك أنت المسألة سهل ممكن حضرتك تمداحي الحاجات الحلوة اللي فيه هتلاقي منسوب انتقاده للناس نزل ليه؟ ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه علينا حمين إيه اللي حاصل؟ اللي احنا مأمورين إن احنا نتكلم بالحكمة والموعظة حسن فاللأنا بقول لك ده حكمة فبالنسبة لحضرتك اعملي كده بالنسبة بقى لزوج حضرتك أنا عايز أسأل سؤال هو ليه شايف عينه بس ومش شايف عيون الناس كلها اللي ممكن تجرحه وممكن تأذيه بنفس النظر اللي هو بينظه بها للناس هو ليه شايف نفسه إنه هو أحسن من غيره اللي شاف نفسه أحسن من غيره هو إبليس وللأسف بقى راجيم وللأسف كل ما الإنسان بيحاول يشوف نفسه أحسن من الآخرين ويتعامل مع الأزل الأساس لأسف بيتحرم من رحمة كتير في الحياة ولذلك الراحمون اللي بيرحموا الناس من سوء ظنهم الراحمون اللي بيرحموا الناس من إيجاعهم من إنهم ما يأذيهم من إنه يضيقهم ده رحيم فعايزين نبقى من الرحماء دولة فربنا يجعله هو وأسرته إن شاء الله من ده ونصحت ليكي حاولي تطبقيها إن انت تحاولي تشوفي أحسن حاجة فيه وتدعميها هو هيقلل كتير أوى 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 من إنه يشوف وانتقد هذا الانتقاد الدائم إن شاء الله أستاذ الدعاء تتفضل أستاذ الدعاء أستاذ الدعاء ممكن أستاذ الدعاء تحاول مرة تانية معنا أم مين السيدة ممصطفى من اسكندرية السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي حاجة أم مصطفى بعد إذن حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمتي لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل عن لبس العيد أيها ستي يعني فيه دليل من الصنة أو من القرآن لو أنا مش جادر أجيب لبس العيد أندي حدا لازم علي مثلا طيب أجاوبة على حضرتك حاضر يا فاند طيب مصطفى لبس العيد ده طبعا يعني ربنا يوسع عليك يوسع على كل المسلمين يا رب يا رب يا رب ما تسيبش حد أبدا محتاج إلى فرحة إلا وتفرحه يا رب وتوسع عليه وتكرمه وتباركله يا رب بالنسبة لبس العيد كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيوسع على أهله ولبس العيد ده واتمن نوع من أنواع التوسعة ودي من السنة لكن مش واجب أن نحن نجيبه ومش لازم كل عيد يبقى عندنا لبس عيد مش لازم مش واجب لبس العيد ده أنا كمان بقول للأبناء يعني ترفقوا بأولادكم بأباكم إذا كانوا هم مش قادرين ما تعتبروش إن هم ما يجابوش لبس العيد فهم جرحوكم وأزوكم وبهدلوكم وخلوكم سيئين وخلوكم صغيرين أصاد الناس بلاش الطريقة دي بلاش الطريقة دي لإنه إحنا عندنا أساس ورضة بما قسم الله لك تكون أغنى الناس فعشان كده لا لبس العيد مش واجب لكن إيه من السنة اللي بيساعد على فكرة إن الناس تجيب لبس العيد لأولادها ويكون دوات نوع من أنواع الصدق ونوع من أنواع نوع من أنواع العمل الصالح ونوع من أنواع الطاعات إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المناسبات وكان في الأوقات السعيدة كان يحب التوسيع على أهلي زي ما حصل في إيه في عشراء إن الرسول الله صلى الله عليه وسع على أهلي في يوم عشراء وسع الله عليه سائر سنتي فهو ده المعنى اللي جي من أجله لبس العيد وإن الرسول الله كان عنده لبس لبس كان في لبس العيد بيقابل بين الناس كل ده بياخدوا الناس على إن العيد بيبقى من السنة ان احنا نلبس له اللبس جديد. نعم. استاذ دعاء رجعت لنا. تفضلي استاذ دعاء. عليكم. عليكم سامحة كاتو. تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا جوز ما بيبطلش الزعيق. معنا خالص. جوزك ايه? بيبطلش الزعيق كل شوية ودي زعق يزعق كلا. اه ما بيتبطلش الزعيق. اه بعدين. وكل شوى مثلا ام شرحة لبت ابوكو زي كده. دي اضفرت معالزين. طيب. يعني جوزك كثير العصبية. اه. وكثير الزعيق. اه. ويساعد بيتجاوز في الالفاظ. اه. طيب اقولك تعملي ايه. الزوج دوت لو ان زوجك دوت ده شيء جديد عليه. يبقى لازم نشوف الظرف اللي هو فيه دوت ونحسسه بالطمأنينة. طبعا محدش يجي يقول لي. وانت ليه بتقول للناس ان هما يبذلوا حاجة اصد الشخص ده. لان هما اللي سألوني. ولما هما سألوني يبقى هما عايزين يحلوا. ولما هما عايزين يحلوا. يبقى عندهم مراد ان هما يفعلوا الطاعة. فليه ما اكونش. انا وهم داخلين في قولي تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فانا بساعد الناس ان هي تتعاون على البر. ان هي تعمل البر والتقوى. فحضرتك انا شايف ان هو لو كان ده. بسبب التغيرات اللي حصلت له. انا شايف ان انت ببساطة كده طميني. زي ما السيدة خديجة كده طميني الزوجة وقالت له. والله لا يخزيك الله ابدا. واحدة تقولي ده بيزعق لي. وبتعصب علي. وانا اعمل كده. اه. لان انت بتعملي كده بتعبودي ربنا في زوجك ده. ولذلك زوجك دوت جنتك ونارك. يعني انت اذا فعلت فيه طاعة. ربنا هيجعلها مضاعفة لك. طيب. ادي اول حاجة. طب اذا كان هو دوت لأ ده تول عمره هو بطبعه ده. اول حاجة نقعد ونتكلم ونقوله اللي انت عايزه كله نعمله بس نعمله بهدوء. وبلاش فكرة ان انا اقوله احسسه انه هو انسان بلطجي. لكن احسسه بانه انسان انا متفاهم ان انت بتتعصب ومتفاهم ان فيه حاجات ممكن ما تكونش بترضيك. لكن تعالى بس نتفق على ان احنا الحاجة اللي ما ترضيكش انا عاملها بس خلينا نبقى هديين عشان دوت هيعود بسلام علينا وعليك. فيبقى الحل النصيحة. والحل الحوار. والحل الكلام. وان شاء الله ربنا يجع لكل خير يا استاذ دعاء. نعم. استاذة اسماء تتفضل. استاذة اسماء. السلام عليكم. عليكم استعاكاته استاذ اسماء. كل السلام حضرتك طيبة يا دكتور. واحدك طيبة وبصحة وبسلام يا فاند. لو سمحت انا عندي سؤالين. تفضلي. انا اهل جوزي مش اهلوا يعني قريبا بس من بعيد. طيب. فانا ما بكلمهم شي. طيب. فهم يعني ايه هنوني بكلام وحش وهنوني بشرفي. وقالوا علي كلام كتير وحش. ام. فانا ما حتى ما بشوفهم قدام مني وانا مجيا. انا تعفتي بالكلام حتى اللي هم قالوا علي. طيب. انا مش عيزة اكلمهم. ماشي. هدي بالك بس. فانا كده عليها زمد. هدي بالك واكلمك. اقول لي لي السؤال التاني. السؤال التاني. الجوزي بيقعد يهلني كتير. طيب. وبيشك فيها. طيب انا اكلمه حاضر واقول. انا اني بعمله بما يرضي الله. طيب. انا عندي ثلاثة اولاد. فانا اهلي. انا عندي والدي قال لي تعالي وهطلقت منه وعيشك احلى عيشة والدي قالت لي عيش يا بنتي وصبري. وانا صابة. مش عايزة اولادي يتبهدلوا بين. انا بقى متطلقة وعيالي يتبهدلوا بين الزوج والزوج. مش انا مش عايزة كده. طيب. وبعد اسم حضرتك ادعيلي. وادعي لزوجي ربنا يهدولي. ربنا يهدولك وربنا يوسع عليكم وربنا يحفظك ويجمع بينكم ويصلح دات البين. ويجعل قلبه ان شاء الله مطمئنن ويزب عنه الشك. ويجعله ان شاء الله من اهل الثقة فيك. ويجعله ان شاء الله من اهل حسن المعاملة وحسن العشرة. ويجعل بيتكم مليء بالمواد والرحمة. ويجعلكم في سكون وفي وصل وفي كرم ربنا سبحانه وتعالى. بس خلينا اقول لك يا اسماء انا عايزة اقول لك حاجتين. اول حاجة ده واخوانا اللي بيشتغلوا بالفاتوى يكونوا ومنتبهين شوية. بعض الاحيين لما تيجي تقول لحد حاجة خلي بالك لحسن هو في لحظة من اللحظات ممكن يصل الى حد الانهار العصبي. فما تجيش تدوس عليه وتقول له لأ لازم تعمل كده. لان لا يكلف الله نفسا الا وسعاه. يعني الاستاذة اسماء واضح ان هي في حالة وصل بها الحال ان هي ممكن ببساطة خالص يحصل لها نيار لو ان حد اكبرها ان هي تتعامل معاهم لان هم ما يتكلموا في شرفها وكذا. فانا بقول لك ان انت لو حصل ان انت ما كلمتهمش لغاية ما تهدأ نفسك. وتحس ان انت قادرة على ان انت تكلميهم. فده من باب ترك الشيء ده. لكن انت المفروض تحسن العلاقة بينهم عشان العلاقة بينك وبين زوجك. دي المسألة الاولى. المسألة التانية ان انت ببساطة خالص زوجك اللي بيكلمك الكلام الوحش ده انت خلاص حصل على على الصب وما تسمعيش كلام والدك وتتطلقي. لو قدرت تتجيبيه وتيجو على مركز الإرشاد الزواجي هنتكلم مع بعض ويكون فيه حلول كتير. نصحتي ان ممكن تدخلي حد ممكن يكون من اهل الحكمة لو مش هتقدروا تجنة. ويا يا حبازة لو جيتنة هنهتم بحضراتكم ونحاول بقدر الامكان ان احنا نخليك ما تبكيش. بالعكس انا شايف ان فيه خير كتير بينكم ان شاء الله ربنا يكتبه. يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن سلام ما احلى من سلام ما اجمله من سلام. سلام يشرح الصدور ويخلي الحياة مليئة بالنور. سلام القبول. تعالوا نلوز بالله سبحانه وتعالى. ونلجأ الى الله سبحانه وتعالى انه يهبنا هذا السلام. فنسأله ونقول له يا سلام يا من تحب السلام. امن لهم قلبي حتى اقبل على عيالك بقلب سليم. واشرح لهم صدري حتى اراهم تجلي من تجليات ودك يا واسع يا كريم. واجعلني يا رب بابا من ابوابي ودك لهم. يا ودود يا رحيم يا رب العالمين.